اشتركوا في القناة اخر انسان على وجه الارض الوحي الالهي بيقول وهو كفارة لخطيانا يقصد المسيح ليس لخطيانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا يبقى خطيتك قبل للغفران مهما كانت ايوة مهما كانت عارف امتى ما تتغفرش لما تيقس وتقول ما فيش فايدة فيا انا غلطت كتير يعني اليقس ده اللي حيخليك ما تقبلش الغفران اوعى تيقس الكتاب المقدس في سفر الامثال بيقول الصديق يسكت سبع مرات ويقوم عارف مين الصديق هو اللي بيصدق وعود الله لان الكتاب المقدس بيقول ليس الله انسانا فيجزب ولا ابن انسان فيندم هل يقول ولا يفعل او يتكلم ولا يفي بمعنى ان ربنا مش بيرجع في وعوده مهما الانسان اخطأ او مهما كانت خطيتك انت في امل ليك اهم حاجة انك تقرر تقبل المسيح وتقوم من سقطاتك تقبل ان المسيح دفع ثمن خطياتك على الصليل عارف عزيزي المشاهد الوحي الالهي بيقول الصديق يسكت سبع مرات ويقوم تعرف ليه الوحي حدد رقم سبعة لان رقم سبعة هو عدد الكمال بمعنى مهما كانت خطيتك ومهما كانت عددها تأكد انها مغفورة ربنا عايز يقولك مفيش حاجة تحرمك من الغفران بشرط انك تقوم من خطيتك ارجع تاني واقول لك وعود ربنا اللي في الكتاب المقدس لا تسقط ابدا وعد الكتاب المقدس بيقول ايه دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية الكتاب بيقول ان اعترفنا بخطيانا فهو امين وعادل حتى يغفل لنا خطيانا ويطهرنا من كل اثم تعال المسيح اعترف بخطيات حتتمحي خطيات مش هتدفع حاجة خالص تعال للمسيح المسيح هو الحل اشتركوا في القناة